فان شاء الله الفريق يكون موفق كل التوفيق في هذه المباراة مش طالبين حاجة بكرة بخلاف بقى الأهلي مش طالبين حاجة غير لما يتم الاعلان عن اسم الحكم اهو بص يا جماعة بالراحة اهو بدري بدري واحدة واحدة لما يتم الاعلان عن اسم حكم المباراة النهاردة بالليل او بكرة معرفش هيعلنه امتى يكون حكم ياليك ياليك بإدارة مباراة كبيرة ما بين الأهلي وبيراميز ياليك بإدارة مباراة تنافسية على صدارة البيوري مش حكم الساحة بس التاكم كله لان فيه الفر والمساعدين وكلام من ده كلها امور مهمة فبعد اذنكم لجنة الحكام في اتحاد المصر الكورت القدر ربطة الاندية اكيد لها دور بعد اذنكم يا جماعة اختاروا الحكم اللي ينفع انه دي المباراة زي دي مش عايزين حكم باخطاء ويصير جدل بعد المباراة برضو حضرة بالمثل بمباراة ايه الاهلي والزمالي خمسة ثلاثة تصرحات كايت كارسية من كابتن محمد عاد مش هنعيد ونزيد فيها تمام؟ لكن هي بينت ساعتها النواية راحة فين او بينت الحكام المصرين بيحكمه ازاي والنبي والنبي يا جماعة ويرسالة لجنة الحكام وكابتن المحترم كابتن عصان فتاح عايزين حكم من غير احتواء حكم من غير احتواء مش عايزين احتواء مش في موراد بكرة بس في كل اللي جاي بس اكام عوراد بكرة لانه هي ما بين فرقتين كبار وفرقتين بينفسه فما تيجي تجيب لي طاقم تحكيم كامل بالفار لان الفار لي دور مهم جدا يكون طاقم يعرف يدير المباراة هتقول لي هتقول لي اصلي ما هو يعني معنا كلامك ان في حكام ما بيعفوش يديره ما بقولش ما بيعرفوش بس مستوياته من فنية قليلا انا عايز بكرة حكم مستوياته الفني عالي ويخليك عادل احنا لا عايزين حد معنا ولا حد علينا احنا عايزين عادل كاهلي مش اكتر من كده الفنيات بقى دي حاجة تانية احنا قدها نقدر عادي نكسب اي حد يعني شبك اتكلم بقى على الفريق اللي انت هتقبلها بتكلم بشكل عام انت عايز حكام جايدين والفنيات تسيبوها علينا بعد المولى عز وجل ان شاء الله بإذن انكم موفقين ونقدر نكسب يعني سواء على صعيد الجاز الفني او صعيد اللاعبين